بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب نبدأ إن شاء الله دلوقتي الجزء الثالث في الفصل الثاني لمكرر نظم التشغيل كنا اتكلمنا عن مكونات نظم التشغيل ونهاردة إن شاء الله نبتدي نكمل كلامنا وهنبتدي النهاردة ناخد المكون رقم ثلاثة اللي هو File Management أو إدارة الملفات نبتدي إن شاء الله مع بعض نتكلم عن File Management أو إدارة الملفات طيب بالنسبة لإدارة الملفات يا جماعة لو جاءنا نبص مع بعض لازم في الأول نعرف يعني إيه File أيوة الفايل هو إيه يا جماعة الفايل هو مجموعة من المعلومات المرتبطة مع بعضها البعض تعال نقول تاني File is a collection of related information defined by its creator مجموعة من بيانات لازم تكون متعلقة بشئ واحد كيان واحد مين اللي عملها اللي هو إيه كون الملف أو هو اللي أنشأ الملف يعني إيه الكلام ده يا جماعة يعني مثلا لما أنت تجي تعمل ملف لابد إنه يكون يعبر عن كيان كيان واحد يعني مثلا يبقى عندك data موجودة في الورد على سبيل المثال و data تاني موجودة في الExcel و data تاني موجودة مثلا في database DB يبقى أنت حضرتك لازم تفهم إن الملف عبارة عن إيه عن جزء خاص بالورد بس أو بالإكسل بس أو بالداتابيس بس يعني مثلا ما فيش ملف هتلاقيه مثلا واخد بيانات من الورد وبيانات من الإكسل أو تلاقي ملف واخد بيانات من الإكسل وبيانات من الداتابيس ما يبقاش ملف يبقى إذا الملف يختص ببيانات كائن واحد بس لشخص معين هو اللي إيه هو اللي كونه جميل طيب نقول إيه نقول إن الفايلز represent to programs and data إن الفايلات ديت أو الملفات ديت بتمثل البرامج والبيانات وإيه كمان ونبقى نظام التشغيل بقى آيوة يا جماعة نظام التشغيل إزاي بقى بيتحكم في الملفات ديت بيقولك هو اللي بيعمل إيه اللي بينقل Maps logical files to physical devices يعني بينقل الملفات اللي إنت كونتها بإيدك ديت على مين؟ على الأجهزة الفيزيائية مقصود إيه بالأجهزة الفيزيائية؟ على سبيل المثال الhard disk مش كده؟ آه على سبيل المثال الثاني أثناء التنفيذ أثناء الexecution أو الexecution أثناء التنفيذ يا جماعة بينقلوا مثلا فين؟ في الممر صح حكاة برافو عليه؟ في الممر معاش يا باب؟ إذن يعرفني عن إيه دلوقتي إيه؟ ملف ونظام التشغيل بيعمل إيه بالظبط يا جماعة؟ طيب جميل طيب نشوف مع بعض كمان نظام التشغيل مسؤول عن إيه؟ نقول وتكوين الفيهرس وحسفها آه يعني الفايل ده موجود في أي مكان في أي فولدر والفولدر ده تبع أي فهرس زي ما أنتوا شايفين كده يا شباب أدى الهرارك أو التركيب العام للملفات معايا؟ يعني ممكن يكون ملف يتبع فهرس محدد الفهرس ده مثلا له مسمى المسمى ده يتبع فهرس آخر ويتبع فولدر جديد وفولدر تاني كمان جديد المصار اللي قدامك ده هو مصار الفهرسة بتاعت مين؟ الملفات يا شباب معايا؟ لو إحنا حددنا مثلا ملف موجود هنا هون زي ما أنت شايف فايل زي؟ الفايل ده يتبع فولدر اسمه بيبرز البيبرز يتبع فولدر تاني اسمه بروفيسور براون والفولدر جوه فولدر تاني اسمه فاكليتي مش كده؟ كل ده جماعة بقولنا علي مصار او الديريكتوري بتاع مين؟ بتاع الملفة جميل طيب وإيه كمان؟ وكمان الـ Operating System صبرت بيدعم إيه جماعة؟ يدعم الـ Primitives for Manipulating Files and Directors يعني هو اللي مسؤول عن عمليات المانيوبليشن اللي هي المعالجة على الملفات زي إيه المانيوبليشن؟ Update أيوة Update تحديث Delete معايا يا جماعة Add كل اللي دي بيسمونها عمليات مين؟ التحديث على الملفات طيب وإيه كمان يا جماعة؟ Mapping Files into Secondary Storage آه وبياخد منك الملفات ديات يحطها فين؟ زي ما احنا اتفقنا قبل كده؟ عال Secondary Storage زي مسلا على سبيل المسال لـ Hard Disk أو وسائط التخزين وإيه كمان؟ وبياخد نسخ احتياطية كمان عنده File Backup Unstable على مكان Non-Volatile يعني ما يكونش إيه؟ آه الداتا بتاعته مطرش منه كمان؟ أيوة إذن File Backup بياخد نسخة من الملفات على أجزاء Non-Volatile أو مكونات مادية غير متطيرة المكونات بتاعتها أو الداتا بتاعتها اللي هي بيسموها إيه بقى يا جماعة؟ من تحنس عين هاللوقتي زي الـ Hard Disk مثلا مش كده؟ آه بياخد نسخة من الملفات على Non-Volatile Storage Media اللي هي حتفقنا على هاللوقتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته